أعلن التحالف العربي عن قيام ميليشيات الحوثي بعملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشاحن روابي وتحمل على مدولة الإمارات أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة وأفاد التحالف أن سفينة الشاحن روابي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرة إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة وأكد التحالف أن على ميليشيات الحوثي إخلاء سبيل السفينة المختطفة بصفة فورية وقال إنه سيتخذ كافة الإجراءات وتدابير لازمة للتعامل مع قرصنة الميليشيات للسفينة